أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعر محلوينة أما بعد سعر محلوينة أما بعد اشتركوا في القناة 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 نعم بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 اكبر ينبه عندما يساكر في شهد الفيح وخابتين المغاني للغاية من علم ويساكر في شهد الفيح ويساكر في شهد الفيح ولكن العتالي للغاية الذي يؤد المغاني للغاية فالصحابي الآن وزر الله تعالي الانهان الفيح وأنه لم يكن أعيقه الله سبحانه وآتالي الآن لأنه قبل يأتي كما نجيبه يادان تاغم من ينغدي اللا لحالك باكانو فالله تبارك و تعالى فعما عادن فستكبارو في الارض بغير الحق وقالو من أشد من نقو كنيان حدا مرم اغانا يادا عند الفان كان كتا عند السن كتا ايادان نيني شغم اغن نغلي كنياني الله تبارك و تعالى اغده جاسان تاغم كي حدا مرم من ينغني جاسان توني صدا وسلق اغة مرم ان يغني ان يغني اغني ده کار و ح standing نحن ن Langآ السلق ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر